موسيقى مساء الخير أنا من شهر بالضبط كنت هنا في الكنيسة وفي الشهر ده اللي حصل احتفال كبير وحرب حاجات كثيرة مزدحمة في وقت قصير جداً ونحن في أفرحنا وفي أحزاننا نحن شعب الله ونعبده ونتضرع لأجل إخواتنا في غزة وفي الدفا الغربية ونصلي أن تكون كنيسة فلسطين نور في وسط الظلمة وبالنسبة للكنيسة المصرية أريد أن أهنيكم مرة أخرى على احتفالكم بالذكر المئوي لتأسيس كنيسة مصر الجديدة الإنجليا كان وقت رائع، احتفال، استرجع، تاريخ وذكريات تعاملات الله مع شعبه من خلال كنيسة دي كانت ذكريات رائعة جميلة، عبادة جميلة، شركة جميلة وبعد كل ده، يأتي السؤال، إحنا ورانا مئة سنة تذكرنا واحتفالنا به، قدامنا في إيه؟ إيه اللي جاي؟ أنا شخصياً بشارككم في التساؤل ده بشكل شخصي جداً في نطاق حياتي لأنه في نفس الأسبوع اللي الكنيسة احتفلت بمئة سنة، كان عند ميلادي أنا الخمسين، فالكنيسة احتفلت بقرن، أنا احتفلت بنص قرن دي مش حاجة سهلة إني أقف وأقول أنا عندي خمسين سنة، لكن بحاول أتحدى الفكرة إنه قيمة المرأة ينحصر في صغر سنها، ها نتصارع مع الفكرة دي لكن أنا اختبرت في عيد ميلادي الخمسين، حاجة كلنا من اختبرها في عياد الميناد الكبيرة، الانتقالية دي، سواء خمسين أو سبعين أو عشرين، أو ميد سنة على تأسيس الكنيسة، اختبرت إنه النظر للماضي بالاحتفال بي جميل، وفيه بهجة النظر للمستقبل فيه تحدي، الواحد بيواجه واقع محدوديته ويتأثيره، والظروف الصعبة المحيطة بنا وفيه وقت التساؤل ده عن المستقبل، إيه اللي جاي لكنيسة مصر الجديدة الإنجلية، من ابتدي سلسلة جديدة في اجتماع مسائل أحد عن شخصية تاريخية كتابية قليلة شهرة، النبي أليشع لماذا النبي أليشع؟ لو نبتدي مئة سنة جديدة، هل النبي أليشع؟ بداية قوية؟ أنا برأيي النبي أليشع هو الشخص المثالي لهذه اللحظة في الكنيسة النبي أليشع يمثل بداية الجزء الثاني النبي اللي كان قبل النبي أليشع، النبي إليا، من أعظم وأشهر أنبياء العهد القديم بعد انتهاء خدمة إليا، مين هيكمل المسيرة؟ النبي إليشع سفر ملوك الأول حكى قصة انقصام المملكة والظهور نوع جديد من الأنبياء ينتقد الملوك وينتهي سفر ملوك الأول ويفتتح سفر ملوك الثاني بنبي جديد ينظر إلى مستقبل جديد النبي أليشع أليشع يبني على تاريخ اللي سبقه ويكرم ذكريات الماضي وتقليد الماضي لكن ينظر إلى مستقبل جديد ينظر إلى الجزء الأول لكن يبني كبري نحو الجزء الثاني فعندنا النهاردة افتتاح كتاب جديد في سفر الملوك ملوك الثاني وعندنا ظهور نبي ثاني بعد بداية سلالة الملوك في الحقبة الملكية وعندنا قرن ثاني في تاريخ كنيسة مصر الجديدة الإنجليا وفي توافق كبير هتلاقوا قضايا وأسئلة كتيرة مشتركة في الموقف اللي ممكن نقول عليه بداية الجزء الثاني هنقل مع بعض من النهاردة من ملوك الثاني إصحاح الثانين اللي هي بداية خدمة النبي إليشا وملاحظة قبل ما نبتدي عشان محدش يقفل الشعور ده إننا مننتهي من مرحلة مميزة وعلى وشك بداية في مرحلة جديدة مش بس للكنيسة لما بتبتدي مئة سنة تانية ذا موقف إحنا منعدي فيه شعور شبيه في حاجات كتيرة من حياتنا على سبيل المثال لما شخص يتوفى أو حتى بهاجر في أسرة كل علاقات الأسرة تتشكل تشكيل جديد مرحلة جديدة صديقتي كارول السنة الماضية فقدت والدتها والدتها توفت والدتها كانت التيتا اللي بتجمع العيلة كلها الأعياد كلها احتفالات في بيتها وبحسب رؤيتها إيمانها هو اللي رب كل العيلة وكلهم هويتهم إحنا عيلة تانت شيرلي ويلسون بعد وفاتها كارول كانت مش بس بتعاني حزن افتقادها لمومتها كمان كارول كان لازم تاخد دور قيادي جديد هي دلوقت الأم القوية اللي بتوجه الأسرة كلها في كلية اللهوت الإنجليا حاليا جيل من الأسادزة بيسلم المسئولية والرؤية لجيل جديد من الأسادزة وبنت من بنات كنيستكم الدكتورة دينا هتكون من الجيل الجديد ده اللي بيشكل التعليم اللاهوتي في المرحلة الجاية التغيير واقع إحنا من عيشه سواء في سفر أو هجرة ولادة، وفاة، زواج، تخرج، تغيرات كثيرة تضعنا أمام أفاق جديدة من المسئولية ومن التغيير فكلنا ممكن نتعلم من النبي أليشه خلينا نقرأ من ملوك الثاني أصحاح الثاني هنقرأ فقرة فقرة ونتوقف على بعد كل موقف ونعلق عليه عشان ما نطولش في القرية كثير هنبتدي من عدد واحد ده كان آخر يوم في حياة النبي إليه وكان عند إصعاد الرب إليه في العصفة إلى السماء أن إليه وأليشه ذهبا من الجلجال، الجلجال ما كان فقال إليه لأليشه أمكث هنا لأن الرب قد أرسلني إلى بيت إيل فقال أليشه حي هو الرب وحية هي نفسك إني لا أتركك ونزلا إلى بيت إيل فخرج بني الأنبياء الذين في بيت إيل إلى أليشه وقالوا له أتعلم أن اليوم يأخذ الرب سيدك من على رأسك؟ فقال نعم إني أعلم فاصمته ثم قال له إليه يا أليشه أمكث هنا لأن الرب قد أرسلني إلى أريحة فقال حي هو الرب وحية هي نفسك إني لا أتركك وأتيا إلى أريحة فتقدم بني الإنبياء الذين في أريحة إلى أليشه وقالوا له أتعلم أنه اليوم يأخذ الرب سيدك من على رأسك؟ فقال نعم إني أعلم فاصمته ثم قالوا له إليه أمكث هنا لأن الرب قد أرسلني إلى الأردن فقال حي هو الرب وحية هي نفسك إني لا أتركك وانطلقا كلاهما أكثر شخص أثر في مجيئي أنا وجوزي إلى مصر هو أستيس إنجلي الأستيس إيميل زكي وأستيس إيميل بيقول عن العهد القديم أنه مصدر ثاري لنا في حياتنا الروحية لأنه مليء بقصص أشخاص عادية في مواقف حياتية معاشة ممكن نتعاطف معهم ونتشجع بهم هنا نحن نرى إليشا في اليوم اللي فيه المعلم بتاعه هيتخذ منه وهو عارف ونرى في أصحاح أثنين يعدي في مشاعر عديدة في البداية متمسك بمعلمه مش عايز يفقده وبعدين حزن الفراء وبعدين تصميم إنه هيتحمل مسؤولية جديدة وبعدين شعور بالنقص بالمقارنة مع أيام المجد اللي عدت وبعدين البحث عن اتجاه جديد في الخدمة خلينا نمشي لجانب إليا في المواقف دي بقلينا الكتاب في بداية اليوم ده إنه الكل كان عارف إنه النهارده آخر يوم لإليا معانا على الأرض أتكلم عن مجموعة اسمها بانو الأنبياء مين بانو الأنبياء دول؟ دول مجموعة من التلاميث اللي كانوا بيتعلموا على إيد النبي بيكتمعوا سكنين في دايرة واحدة وبيكرسوا وقتهم للدراسة والخدمة وبيوصلوا تعليم النبي لباقي الناس في البلد المجموعة دي في كل بلد زاروها كانوا عارفين إنه ربنا هياخد إليا النهارده إليا كان عارف إليشا كان عارف وإليا قضاء اليوم ده يتجول في منطقة شمال البحر الميت راح لكذا بلد كلها فيها مراكز للعبادة وفيها دوائر لباني الأنبياء راح لجلجال وبيت إيل وقريحة وفي كل مكان لاحظتوا التكرار كان بيقول إليا انت خليك هنا افضل هنا وأنا هكمل وحدي وثلاث مرات إليشا رفض إنه يسيبه وأصر إن يستمر معه إيه كانت طبيعة العلاقة بين الاتنين دول إليا كان أعظم نبي في تاريخ شعب الله بعد النبي موسى قاوم الملوك أنزل النار من السماء أقام الموتى النبي مشهور عظيم إليشا كان ابن فلاح وفي يوم من الأيام كان بيعمل شغله بيحرث في الحقل وإليا النبي المعروف عدة من جنب الحقل وأخذ العباية الخارجية اللي كان لابسها كانت عباية بتميز النبي لها شكل خاص أخذ عبايته وحطها على أكتاف إليشا إليشا من يومها ساب أهله ساب عمله ساب بلده واتبع النبي إليا وصار خادم لي وتقال عليه في الكتاب هذا إليشا ابن شفاط الذي كان يصب ماء على يدي إليا من بداية دعوته إلى النهاية إليشا فضل مخلص وأمين للنبي الكبير إليا كخادم لي كتلميذ بتعلم منه وكابن وفي آخر يوم من حياة إليا إليا امتحن ولاء إليشا ثلاث مرات بالضبط زي بطرس في اليوم الأخير من حياة يسوع قبل الصلب هو كمان امتحن في ولاءه إليشا في كل مرة تعهد بكامل الالتزان إنه يفضل جنب إليا وقال حي هو الرب وحية هي نفسك إني لا أدركك تمسك إليشا بأبو الروح إليا بفكرني كمان برعوث لما تمسكت بنعمة النعمة وإحنا كمان عندنا أباء في الروح أمهات في الروح إحنا ممتنين لهم ولما نراجع الماضي قبل ما نفكر في المستقبل نحتاج نبص على الماضي ونفتكر من الأشخاص اللي علمونا اللي يستحقوا هذا النوع من الولاء خلينا نتمسك بيهم نفتكر إيه المبادئ اللي تعلمناها اللي تستدعي مننا الإخلاص والوفاء ربنا لما نفتكر الماضي ربنا باركنا بعطايا كتيرة من خرج من كل ده بإيه إيه الحاجة اللي نتمسك بيها بكامل الالتزام حتى النهاية النبي إليشع جزء من استعداده للمرحلة الجديدة كانت تدريبه على الوفاء حتى النهاية في المرحلة الأولى من حياته وده المشهد اللي بيصور الكتاب لينا قبل الانتقال إلى المستقبل اللي جاي فهنقرى دلوقتي من عدد سبعة فدهب خمسون رجلا من بني الأنبياء ووقفوا قبالتهما من بعيد ووقف كلاهما إليا وإليشع بجانب الأردن النهر وأخذ إلي ريداءه ولفه وضرب الماء فانفلق إلى هنا وهناك فعبرا كلاهما في اليبس ولما عبرا قال إليا لإليشع أطلب ماذا أفعل لك قبل أن أأخذ منك فقال إليشع ليكن نصيب اثنين من روحك علي فقال ساعدت السؤال فإن رأيتني أخذ منك يكون لك كذلك وإلا فلا يكون وفاء إليشع لأبو الروحي خلاه يبقى جنبه في لحظة الفرق وإليا بيستخدم العباية النبوية بتاعته حتى يشق نهر الأردن زي ما موسى شق البحر وقت الخروج والاثنين بيعبروا من أرض كنعان إلى البراية إلى مكان اللقاء مع الرب وإليا يدعو إليشع أن يطلب منه هو عايز إيه زي الملك سليمان كان متاح لإليشع أن يطلب أي شيء هو عاوزه إليشع اختار أنه يطلب من إليا نصيب اثنين من روحك يعني إيه نصيب اثنين من روحك المفسدين متفقين إنه دا لا يعني إنه إليشع كان عايز مرتين قوة إليا دا مش طمع هنا في شريعة الله في تثنية إصحاح 12 الإبن البكر الإبن الكبير يارث حصتين من الميراث اللي بتوزع على كل الأبناء والإبن البكر كمان بيبع عليه مسؤولية العناية بباقي الأبناء في مكان الأب اللي توفى افتكروا أبناء الأنبياء كانوا مجموعة من الأشخاص اللي اتبعوا النبي واتلمذوا على إيده دول كانوا زي أبناء للنبي ويارثوا مقدار من خدمته وفاعليته فإليشع كان بيطلب أن يكون هو الإبن البكر في وسط أولاد الأنبياء كان بيطلب من الأب الراعي قبل رحيله هل أنا ممكن أكون ولي عهدك؟ هل ممكن أنا أرث منك مكان القيادة والمسؤولية والعناية بباقي الأسرة؟ إليشع كان ممكن يطلب أي حاجة لنفسه لكن في اللحظة الحاسمة اختار أن يطلب أن يكون القائد الذي يخدم ويعتني بالآخرين إليشع بيصور لنا موقف إحنا من عدي فيه كثير أدئي نعمة كبيرة في حياتنا لما ربنا يبعث لنا أشخاص بيرعونا بيكبرونا زي ما إلي راعة إليشع أنا أفتكر أشخاص كثير أثروا جداً في حياتي ويفرقوا معي وأكيد كل واحد فيكم عنده في حياته أشخاص محوريين زي كده ولما نفقد الرعاة دول في حياتنا زي ما إليشع فقد إلي بيكون قدامنا اختيار هل هننكسر ولا هنختار أن نكون إحنا الآن رعاة لأشخاص آخرين هل نطلب في لحظة الانتقال يا رب اجعلني أنا دلوقتي الأخ الكبير أو الأخت الكبيرة في وسط إخواتي الدراسات في المجتمع بتقول إنه في كل خمسة قادة في المجتمع أربع منهم أصبحوا قادة لأنه قائد تاني مستقر سبقهم رعاهم واستثمر بهم لو أنت قوي دلوقتي خالباً أنت قوي لأنه في حد قواك دلوقتي هل أنت مستعد أنك تقوي شخص آخر أحياناً في الكنيسة نحن نشعر في تباعد بين الأجيال المختلفة ونستنتج أن الخدمة ستبقى أنجح لو كل سن يخدمها ويتلمزها خدام من نفس السن يعني الشباب يرعو الشباب وكذا يعني إلى آخر كل سن مع سنه لكن بيعملوا دراسات دلوقتي في الأجيال الشباب اللي بتتربع تنشأ في الكنيسة بعضهم بيستمر في الكنيسة وفي حياة الإيمان بعضهم يترك الكنيسة المجموعة اللي فيها الناس اللي يستمروا في الكنيسة سبعة وسبعين بالمية منهم كان عندهم علاقات قوية مع أشخاص كبار في الكنيسة مش كبار يعني شخصيات كبيرة يعني كبار في السن يعني أشخاص بالغين الناس اللي مشوا من الكنيسة ربعهم بس كان عندهم علاقات زي كده فرق كبير الشباب اللي ينشأوا في الكنيسة وبيستمروا في حياة الإيمان تلات ارباعهم شافوا في أهلهم نموذج جذاب وإيجابي للإيمان اللي بيمشوا من الكنيسة ستة عشر بالمية بس منهم شافوا ده في أهلهم وما نفكرش أنه دي مسؤولية بس الرعاة والخدام المتفرغين لأنه بين العلاقات القوية اللي ثبتت وشجعت الشباب أنهم يستمروا في الكنيسة أربعين بالمية منها مع أشخاص عاديين مش رعاة ولا أشخاص متفرغين للخدمة العامل المحوري في زرع إيمان يدوم في الأجيال الجاية هي كبار الكنيسة إحنا نتلمث الشباب بطريقة حية ومعاشة أنتم مش محتاجين أن يقول لكم أن الكنيسة الإنجلية ككل وقفة على مفرق الطرق هل الأجيال الجاية هتستمر في الكنيسة ولا لا؟ إحنا جيلنا اللي في سن الخمسين زي أو معانا ممكن اللي في الأربعين والستين فما فوق إحنا العامل اللي ممكن يحرك المؤشر نحو النجاح إحنا متباركين جداً أننا تتلمزنا على يد إليه لكن زمن إليه انتهى الجيل الصاعد محتاج رعاء وأباء ومعلمين متواجدين بينهم هل إحنا مستعدين أن نأخذ دور إليشة؟ هل إحنا مستعدين أن نقول يا رب اجعلني أنا الأخ الكبير الأخت الكبيرة أنا مستعد؟ إليه بيجاوب إليشة بعد السؤال ده وبيقول له صعبت السؤال الترجمات العربية الثانية الصراحة أوضح شوية بتقول طلبت أمراً صعباً وحيي دي مش حاجة سهلة أنك تبقى خادم وقائد إليه بيترك القرار الأخير في إيد ربنا مين هيكون قائد بني الإنبياء؟ ده لو إلي شاهد لحظة فراق إليه لو إليشة شاهد لحظة الفراق وده بيحصل في الفقرة الجاية فهنقرد الوقت من عدد 11 وفيما هما يسيران ويتكلمان إذا مركبة من نار وخيل من نار ففصلت بينهما فصعد إلي في العصفة إلى السماء وكان أليشة يرى وهو يصرخ يا أبي يا أبي مركبة إسرائيل وفرسينها ولم يره بعد فأمسك ثيابه ومزقها قطعتين ورفع رداء إلي الذي سقط عليه ورجع ووقف على شاطئ الأردن فأخذ رداء إلي الذي سقط عنه وضرب الماء وقال أين هو الرب إله إلي ثم ضرب الماء أيضا فانفلق إلى هنا وهناك فعبر إليشة ولما رآه بني الأنبياء الذين في أريح قبالته قالوا قد استقرت روح إلي على إليشة فجاءوا للقائه وسجدوا له إلى الأرض إليا اتخذنا الأرض بطريقة مميزة لم يذوق الموت لكن ظهر الرب في عاصفة وأخذه إلى السماء إليا إليشة شهد هذه اللحظة وده تأكيد على دعوته إنه هيكون قائد لبن الأنبياء ورداء إليا العباية اللي تشير إلى الدور النبوي اللي اتوضع على إليشة في بداية دعوته تسقط الآن من إليا وهو صاعد على إليشة تأكيد آخر على دعوته للخدمة النبوية لكن جوهر المشهد مش هو شفقي والرداء وقع إزاي فتكروا إليشة ما طلبش من إلي حاجة ملموسة إليشة طلب ليكن روحك علي موقف مشابه جداً في العاد الجديد بعد صعود يسوع للسماء التلاميذ كانوا على الأرض مسيجين بالخوف والوحدة إلى أن جاء روح الرب في يوم الخمسين وأعطاهم تعزية أعطاهم شجعة أعطاهم تأكيد الدعوة وانطلاق للخدمة وحينة كمين منشوف إليشة في البداية مغمور بالحزن بيمزق ثيابه ويصرخ يا أبي يا أبي لكن لما يستلم رداء النبوة من إلي ويتأكد لدعوته النبوية يشق نهر الأردن مرة أخرى وأولاد الأنبياء يشهدوا قد استقرت روح إلي على إليشة أنا أمي الروحية واحدة اسمها دابورة دابورة أستاذتي في كلية اللهوت من زمان كانت النموذج ليا في الوعظ والتعليم في المشورة في حياتها الروحية أنا في يوم رسامتي كانت هيا الوعظة في الخدمة وفي أصعب أيام الهزيمة والفشل في حياتي كنت أكلمها هي بالدموع وهي تقومني تاني أكتر وقت اتعلمت في من دابورة كان وقت ما هي واجهة الموت من خمس سنين كانت دخلة على عملية جراحية لاستقصال ورم في المخ عملية خطيرة جداً كان احتمال كبير إنها مش هتصحى من بعد العملية أنا شفتها في المستشفى في الساعات الأخيرة قابل دخولها للعملية بتتعرف على كل ممرضة وكل شخص يدخل قوضتها عشان يتعامل معها لأي سبب من الأسباب تحفظ أسماءهم كلهم تتفرج وتطلب تشوف صور أولادهم على موبايلاتهم تسأل عليهم كلام الله على لسانها وسلام يفوق العقل يفيد منها ويغمرنا إحنا إحنا اللي كنا خيفي مع إنه هي التي تسير في وادي ذل الموت أنا شفت في دابورة إن لما محبة المسيح تدخل قوة عماق الشخص السلام بيكون حقيقي لا يهتس العملية نجحت ودابورة عاشت ورجعت لنا بس أنا حياتي اتغيرت أنا صممت أني أعيش حياتي بطريقة أقدر أواجه في الموت زي ما شفت في دابورة وده شكل في اختيارات حياتي اليومية بطرق كتيرة جداً الناس اللي بيعلمونا بيبهرونا وبيلهمونا لكن إحنا نكرم ذكرهم لما نبتدي نعيش ما تعلمناه نرى هنا إليشا حزين شاعر بالنقص بيضرب نهر الأردن مرة مرتين مش زي معلمه القوي لكن يبدأ العمل بنفس الروح الذي رآه في معلمه إلي في الأسابيع الجاية هتكون في تأملات كتيرة عن خدمة إليشا هتستمر لكن في إصحاح تنين عندنا مشهد قصير هو أول مشهد لخدمة إليشا وبتبدو في ملامح هتتكرر مرة بعد مرة في الإصحاحات الجاية فهنقرأ سواء من عدد تسعة عشر قال رجال المدينة لأليشا هو ذا موقع المدينة حسن كما يرى سيدي وأما المياه فردية والأرض مجدبة فقال أتوني بصحن جديد وضعوا فيه ملحا فأتوه به فخرج إلى نبع الماء وطرح فيه الملح وقال هكذا قال الرب قد أبرأت هذه المياه لا يكون فيها أيضا موت ولا جد فبرئت المياه إلى هذا اليوم حسب قول أليشا الذي نطق به ممكن نسأل إيه اللي كان مميز في خدمة أليشا هل أليشا كان مجرد copy and paste لإليا؟ هل الجزء الثاني هو مجرد تكرار للجزء الأول؟ الفيلسوف المشهور فريدرخ نيتشا قال لا يجازي تلميذ معلمه نظل فقط تلميذا إزاي أليشا التلميذ أصبح أكثر من تلميذ إزاي شكل رؤية جديدة لخدمة مميزة في مستقبل جديد نرى هذا المشهد أنه أليشا كان في نفس المدينة في أريحة هذا بلد كان من أقدم الأزمنة في نبع مياه غزير يجعله واحة خضراء في وسط الصحراء لكن هذا النبع في وقت أصبح ملوث وده أثر في الزر وأثر سبب مشكلة لأهل البلد ونحن في منطقتنا لا نعرف كويس قوي أن أي مشكلة في المياه بتسبب أزمة كبيرة ليس كده؟ لما الشعب أتوا لإليشا بمشكلتهم إليشا استدعى قوة الله حتى يطهر المياه وأعاد الحياة للزرع وللبلد والنمط ده هيتكرر في كل معجزات إليشا اللي منشوفها في الإصحاحات الجاية كان في وسط الناس بيسأل على احتياجاتهم باستمرار ويتجاوب مع مشاكلهم وأزاماتهم برفق وبشفقة هنشوفه في إصحاح أربعة هنا كان مهتم بالمياه في إصحاح أربعة بيهتم بالأكل كان فيه وقت جوع وإليشا قدر أنه يخلي الأكل صحي للناس في إصحاح الستة وأصحاح الثمانية بيساعدهم أنه يلاقوا مكان يبنوا في بيوتهم وبيساعدهم في البنى وفي وسط ما هما بيبنوا في واحد منهم داعت منه عدة البنى كان مستلفها مش هيقدر يرجعها إليشا عمل معجزة عشان يرجع له العدة في إصحاح أربعة برضو واحدة من زوجات الخدام زوجة لبنوا الأنبياء زوجها توفى وعليهم ديون كتيرة وهي مش قادرة تسدهم وإليشا انقذها المرأة الشنامية حس بأسرتهم عرف إيه سؤل قلبهم والدهلهم ولما الولد الوحيد توفى أقاموا من بين الأموات زي يسوع في خدمته إليشا قال يصنع خيرا ومعجزاته كانت بتبين حضور الله وعينيته بإحتياجات الناس اليومية في حاجات زي المرض والمية والديون كان عنده اهتمام خاص بمجموعة بانو الأنبياء هتشوفوا انه معظم معجزاته حصلت في وسط المجموعة دي واضح انه كان الراعي الأب اللي بيهتم بإحتياجات خدام ربنا ما عندناش أي سجل لوعظة أو تعليم قاله إليشا حياته كانت رسالته دي ملامح بتميز خدمة إليشا ما ظهرتش بالشكل ده في خدمة إليا ما تعلمهاش إليشا من اتباع معلمه يبقى من فين استمد إليشا دعوته إزاي شكل إليشا رؤية جديدة لوصول الجيل الجديد ببساطة عاش في وسطهم سأل على احتياجاتهم وتثقل بها المرأة الشنامية قالت عليه رجل الله المقدس الذي يمر علينا دائما يمر علينا دائما إحنا منشوف حكاوي معجزات ونقول واه دي حاجات خارقة للطبيعة في مجال آخر حاجة مختلفة خالص لكن العنصر الأساسي في كل معجزات إليشا كانت تخفيف أعباء الفقر والمرض في لحظات احتياج في الحياة العادية إليشا كان مؤمن أنه ربنا حضر وربنا قادر أن يعمل فرق هيا دي جوهر معجزات إليشا وهيا دي جوهر دعوته إحنا إزاي نشكل دعوتنا للوصول إلى جيل جديد؟ إزاي هنعرف نوصل لهم إزاي؟ ببساطة نعيش في وسطهم نسأل على احتياجاتهم نسمعها بحسب تعبيرهم هما ونتمسك بالإيمان أن الرب حاضر الآن ويستطيع أن يعمل بقوة هيا دي المعجزات إلي ممكن ننتظرها في الجزء الثاني هو دا مستقبل نمو ملكوت الله بطرق لم نراها من قبل خلينا ناخد دقيق في التأمل أثناء رجوع فريق التسبيح وفي روح الصلاة خلي كل واحد يضع قدام ربنا سؤالين يتأمل بها ناخدها من بداية خدمة الإشعة سؤال الأول في مراجعة الماضي إيه الحاجات اللي أنا عايز أتمسك بها إلى النهية؟ حاجات اللي لم أتركها أبداً وفي انتظار المستقبل دا السؤال الثاني من الأشخاص في الجيل الجديد الذي يضعهم الله على قلبي علشان احتياجاتهم تباً ودعوتي مؤسس الإرسالية للصين كان معلق في بيته عبارتين في اللغة العبرية من العهد الأديم العبري العبارة الأولى أذن عزر حجر المعونة إلى هنا أعاننا الرب دي نظرتنا للماضي العبارة الثانية يهوى يرقي الرب يدبر دي نظرتنا للمستقبل يدبر خلينا ننظر للوراء شاكرين لنا إلى هنا أعاننا الرب وننظر للأمام منتظرين أن الرب يدبر أذن عزر يهوى يرقي أمين موسيقى 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 اشتركوا في القناة